قبيل الفجر بدأت العملية هنا على أطراف تجمع خان الأحمر بعد هدمها بالجرافات يحمل جنود إسرائيليون بقايا بيوت الصفيح التي كان أقامها ناشطون يوم الاثنين في المكان تحديا لقرار الهدم قوات الأمن الإسرائيلية توغلت في محيط خان الأحمر دون دخولها لكن أهل القرية وناشطين يتخوفون من أن تحرك هذه القوات ما هو إلا مقدمة لاقتحام القرية في أي وقت وتدميرها المنظمات المناهضة للاحتلال وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تعتبر أن القضية تتجاوز قرية خان الأحمر لتتعلق إلى حد كبير بمستقبل آلاف البدل آخرين في الضفة الغربية والذي بات على المحك ويخشون من أن يؤدي تدمير خان الأحمر إلى فتح الطريق لبناء مستوطنات جديدة في منطقة استراتيجية بين الضفة والقدس الشرقية ما من شأنه أن يعقد أمر إنشاء دولة فلسطينية كحل يؤيده المجتمع الدولي لوقف النزاع بين الطرفين في الخامس من الجاري أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا الضوء الأخضر لهدم خان الأحمر باعتبارها بنيت بشكل غير قانوني بعد رفضها فيما يلفائت طلبات من الداخل بوقف قرار الهدم حكومات أوروبية ومنظمات غير حكومية عملتها أيضا على منع الهدم لكن دون جدوى